وحتى المناطق الداخلية الغربية الوسطى والشرقية احتمال زوابع رملية هذا على مناطق الهضابة العليا الوسطى والغربية بالجنوب الجزائري استقرار تام لكل العناصر الجوية لكن سحب عباسة انتشر بشمال السحراء منطقتين السورة والواحد خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد اذن درجات الحرارة الدنيا تتروح من 9 درجات الى 8 درجات بنسبة للولايات السحرية 4 درجات بالجلفة 3 درجات بالنسبة لعمل بواقي وتبسس 6 درجات ببتنال 5 درجات بالبيض لن تتعدى العشر درجات بشمال السحراء 13 بإليزي تيدوف 14 بيادرار 15 بيانصالح 20 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري عن ظهيرة الغد اذن الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما ارتفع وخاصة بالنسبة للسواحل لتقارئ 22 درجة هذا بالنسبة لوهران او اقول بالعاصبة 21 درجة بعمل بسككدة 20 درجة بيوهران مستغانم وتنمسان تيزي 14 بالجيفة والبيض 16 ببتنى لنتتعدى العشرين بشمال السحراء 29 درجة بالنسبة لإليزي 31 بيانصالح 30 درجة بيادرار 29 بيانصالح 38 درجة بيبرج برج مختار انكسا للملاحة والصيد البحرين نهار الغد البحر سيكون مضطرب الهائج وخاصة على السواحل الشرقية سرعة رياح لتقارب 60 كم في الساعة 40 كم على السواحل الوسطى و30 كم على السواحل الغربية هذا بالنسبة لمهار الغد بنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها يوم الثلاثة اضطراب جوي مرفوق بامطار احتمال ان تكون معتبرة وخاصة على المناطق الغربية وحتى الوسطى هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للسواحل الشرقية وحتى المناطق الغربية مع تساقط لثلوج من نسبة لقمم المرتفعات الداخلية الشرقية درجات الحرارة وخصوة ستشادوا عامة انخفاض وخاصة على الولايات الداخلية مقاييس 12 درجات إلى 21 درجة بشمال الوطن بشمال السحر 35 بأقصى الجنوب الجزائري يوم الأربعاء سيتوصل الاتراب الجوي الذي يمقى دايما مرفوق بامطار احتمال ان تكون رعدية بالولايات الوسطى لكن هذه المرة ستمتد إلى شمال السحرات لكن الأجواء مشمسة تماما بمنطقة الواحات منتقى الجنوب الشرقي للوطن منصولا إلى أقصى الجنوب سيكون فيه استقرار لدرجات الحرارة القصوى يوم الخميس بحول له أمطار في الموعد هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للمرتفعات الداخلية لكن الأجواء غائمة جزيا بالنسبة للولايات الشرقية سوى بالنسبة للسواحل وحتى الولايات الداخلية صفاء تام ستشهدوا إذن أغلب المناطق السحراوية أما عن وقت شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها لمهار الغدس يكون في حدود الساعة 6 صباح وخمسين دقيقة عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة